ارتفعت حصيلة ضحايا الفيضانات وتدفقات الحمام الباردة في اقليم الصمطرة الغربية باندونيسيا الى 58 قتيلا وقال مسؤولون ان الامطار الموسمية الغزيرة ادت لوقوع فيضانات عاري مجتاحت عدة مناطق بصمطرة الغربية مطلع الاسبوع حيث اندفعت الحمام الباردة والتدفقات الطينية من بركان جبل مرابي نزولا على المنحدرات وغمرت مناطق بالمياه هذا وذكرت وكالة ادارة الكوارث ان 35 شخصا لا يزالوا مفقودين كما اصيب 33 شخصا وتضررت اكثر من 1500 اسرع